أهلا بكم من منا لم يتعرض في حياته للانتقاد لتعليق سلبي أو لكلمة جارحة على السوشيال ميديا حتى أهم النجوم والأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم قد تعرضوا ولو لمرة واحدة للتنمر لكن قد يتسبب التنمر في نتائج درامية وكارثية انتحار اكتئاب مشاكل نفسية وأيضا فسخ الخطوبة كقصة هديل محمد المعروفة بزلابيا نشر أحدهم هذه الصورة وهي في كشة الخطوبة كانت سعيدة الصورة انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا وسخرة من سخر من لون شعرها الأصفر ومكياجها الأبيض يعني التريأ عليها بالمصري كنت شايفة نفسي وحشة شايفة نفسي حلو وأمام قصوة التعليقات المتنمرة وكثرتها ووصول سورة زلابيا لكل المصريين خطيبها كانت ردة فعله قوية فسخ الخطوبة تخيلوا معي شعور هديل بتخلي خطيبها عنها بسبب سخرية على شكلها على السوشيال ميديا من الأكيد أنها كانت حزينة وهذا ما جعل الناس تتفاعل مع زلابيا لجبر خاطرها وتحولت زلابيا إلى هذا الشكل جميلة صحيح؟ تشبه النجمات يعني المسألة متعلقة فقط باختيار اللون المناسب للشعر والمكياج البسيط فكل النساء جميلات قصة زلابيا حركت السوشيال ميديا سرى محمد قالت والله جميلة في كل الحالات بس شوف طبيعتها من غير مكياج الله يسامح اللي حطلها الميكاب ظلمت جمالها والله كل بنت حلوة بس هي مسألة إمكانيات وزلابيا زي الأمر بمكياج أو غير حماتو قال كل الغلط على خطيبها فبغض النظر عن الصور التي انتشرت مفترض يكون راقل بقت ويقف معاها وده الوقت اللي هي محتاجة وقفته معاها مش يزيد الطين بل الحمد لله عادت سليمة وما حصل لها أزمة نفسية ومفترض زلابيا تنسى خطبها نهائيا ويجي اليوم اللي يندم فيه على فسخ خطبته منها مع كل الاحترام أحمد قال بكل أسف يختفي الكثير من أصحاب الأمراض النفسية خلف السوشيال ميديا لإخراج أمراضهم النفسية من خلال تعليقات جارحة أو قذف دون مراعاة وأحساس لما قد يسببه تعليق من أذى قد يقتل به إنسان بدون أن يشعر التنمر على زلابيا يذكرنا بقصة السعودي عبدالله شهراني الذي تعرض هو الآخر للتنمر وكان مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كان يمزحون وينكتون بصوره ما دفعه للتفكير في الانتحار ولكن من ألطاف الله أنه لم يقم بذلك انتهى التنمر الناس عليه لكن كنوا حاضرين فالكلمة قد تقتل أحيانا ترجمة نانسي قنقر